صاروخ باليستي جديد يصل سماء الرياض قبل اعتراضه من منظومة الدفاع الجوي السعودية الصاروخ الذي اطلقته ميليشيا الحوثي استعدف قصر اليمامة في الرياض اثناء اجتماع موسع للقادة السعوديين بحسب اعلام الحوثيين مجددا يحضر اسم طهران مصحوبا بجملة من الاتهامات بالتزويد الميليشيا الحوثية باسلحة وصواريخ طويلة المدى كان لواشنطن نصيبها من تأكيد ذلك حيث صرحت السفيرة الامريكية بالامم المتحدة نيكي هالي بوجود ادلة تثبت تورط ايران باسلحة سخدمت في اليمن ضد السعودية الاتهامات بحسب الموقف الامريكي باتت ادانة واضحة خصوصا بعد التعزيزات واشنطن وتأكيدها ان طهران متورطة لموازين تغيرت ولا حسابات رغم تصريحات مسؤولين سعوديين بعدم السكوت على ما وصفوه باعلان حرب من قبل طهران على السعودية منذ اطلاق الصاروخ الاول على مطار الملك خالد الدولي في الرياض المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين لدغنا مرة المرة الثانية لن نلدغ ونعرف انه احنا هدف رئيسي للنظام الايراني الوصول لقبلة المسلمين هدف رئيسي للنظام الايراني لن ننتظر حتى تصبح معركة في السعودية بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في ايران وليس في السعودية لكن في حقيقة الامر لم يحدث اي تغيير على الارض باستثناء قصف غاضب للتحالف تلقته مدينة صنع ثلاث سنوات تعجز خلالها السعودية وتحالفها في القضاء على الحوثيين في ظل سيطرة تامة للجو والحدود توقيت الصاروخ ودلالاته العسكرية تؤكد ان ثلاث سنوات من الحرب لم تتمكن من تحييد القوة الصاروخية لميليشيا الحوثي سواء اكانت هذه الصواريخ مخزنة من ايام المخلوع صالح او انها فعلا تصل الى الحوثيين كما يقالوا رغم الحصار المضروب على اليمن لكن المعركة مستمرة في اليمن ولا يزال الخطر محدقا بالرياض ما لم يعمل التحالف العربي بصورة جدية وفعالة لانهاء التمرد الحوثي على اليمن ستظل سماء الرياض وكل اجواء المملكة هدفا لصواريخ ميليشيا الحوث فهل سيحفز ذلك المملكة لدعم الحسم العسكري في اليمن خصوصا ان المناخ السياسي والاجتماعي بات مهيئا اكثر من اي وقت مضى لعمل عسكري قوي ومفصلي ضد ميليشيا الحوثي في اليمن